اهلا لكم ضربة موجعة تلقتها في نيزويلا بعد قرار واشنطن فرض عقوبات على شركة طاقة الوطنية بيدي فيزا اي بيتروليوس دي فينزويلا والوحدة التابعة لها سيتغو كيف لا والولايات المتحدة هي اكبر مشتر للنفط الفنزويلي وتستحوذ على 39% من اجمالي صادرات النفط وهذه الصادرات هي مصدر الدخل الرئيسي للبلد اللاتيني الذي يواجه ازمة حريجة في الاقتصاد كما في السياسة لكن فينزويلا ليست وحدها في هذه المعركة مع الولايات المتحدة فقد اعلنت الخارجية الصينية انها ستزيد من التعاون مع فينزويلا في كل المجالات فيما بادرت روسيا الى اتهان الرئيس الامريكي بتقويض النظام المالي العالمي اما الهند فقالت انها لن توقف مشترياتها من الخام الفنزويلي ولن تجري اي تعديل على العقود في هذا الحوار سنسأل هل تملك فينزويلا مقاومات الصمود في الاقتصاد كما في السياسة؟ ما هي ادواتها؟ ولسيما ان الخسارة المتوقعة بعد العقوبات تفوق 11 مليار دولار وكيف ستعالج فينزويلا مشاكلها الاقتصادية الاخرى وهي مشاكل مزمنة كتعطل القطاعات الانتاجية في البلاد والتضخم الاستثنائي وانهيار قيمة العملة هذه الاسئلة وغيرها نطرحها على ضيفنا رئيس تحرير موقع المسكوبية وسام متة اهلا بكم الى حوار الساعة اهلا بك استاذ وسام ربما من البديه ان نسأل بداية هل تملك فينزويلا مقاومات الصمود بعد كل ما حدث وبعد الضربة الاخيرة هي ضربة بين مزدوجين يعني فينزويلا ليست وحدها كما ذكرنا ولكن هل هي قادرة على الصمود اقتصاديا طبعا خير بداية من الناحية النظرية فينزويلا تعتبر من اغنى الدول لديها مقاومات على الاقل بما يتعلق بالموارد الطبيعية بترول والمعادن والماز والدهب والحديد فمن هذه الناحية يمكن القول ان في جانب اساسي بعملية الصمود والمقاومة وتوافر ولكن الامر يبقى مرتبط بكيفية التصدي للحرب الاقتصادية المفروضة عليها وهي حرب شرسة واضحة ان الولايات المتحدة الامريكية رايحة بالمعركة مع فينزويلا للاخر لكسر هذا النموذج في هذا الكسر وسمى فينزويلا هي قاطرة حركات التحرر في امريكا اللاتينية فبالتالي بدرب هذا النموذج هناك هدف امريكي واضح وشفنا بدول كثيرة بالقارة الجنوبية من تماما ولكن هل احسنت فينزويلا التصرف والحرب ليست جديدة الحرب الامريكية عليها ليست جديدة ربما تصاعدت في الفترة الاخيرة لكن الحرب على هذا النظام أو هذا النموذج قديمة وترتبط بمراحل كان فيها صراع عقائد وسراع محاور هل احسنت فينزويلا التصرف هنا اتحدث في الاقتصاد تحديدا وليس في السياسة بما يتعلق بالشق الاقتصادي كان فيه ثغرات كبيرة بالمواجهة لا شك انه اليوم من السذاج القول انه فينا نحيد الدور الامريكي ولكن ربما كان هناك حاجة كبيرة بالنسبة للفنزويليين لتحصين هذا الاقتصاد وتحويل الاقتصاد مقاوم طبعا هذا الامر لا يزال ممكن برغم كل هذه الحرب طبعا نحن اليوم قدام معركة حاسمة منازلة حاسمة ولكن هناك حلفاء لفنزويلا هناك روسيا وهناك الصين هاتان الدولتان قادرتان على مساعدة فنزويلا على الخروج من هذه الازمة ولكن الامر طبعا تحول الى حرب دولية لم يعد حكرا بين فنزويلا والولايات المتحدة الامريكية اليوم في تدويل وفي تدويل لهذه الازمة على المستوى الاقتصادي تحديدا لذلك نرى موقف روسيا وموقف الصين وموقف الهند كل هذه الدول يمكن أن يكون متضررة من هذه الحرب الاقتصادية لعبة مرسى الولايات المتحدة الامريكية بالحديث عن التدويل وعن دور الدول الأخرى والدول الصديقة لفنزويلا هناك دور بارز لروسيا وهناك مواقف جريئة جدا من قبل روسيا وهي ليست بجديدة سنتابع الآن إذا سمحت تقريرا أو جزء من تقرير يعرض أهمية التعاون الاقتصادي وحجم التعاون الاقتصادي بين كل من روسيا وفنزويلا إذن نتابع سبوتنك بالأرقام والحسابات روسيا وفنزويلا أكثر من مجرد صديقتين وحليفتين حسين سمور جاء الدور على فنزويلا بعد كل من العراق وليبيا وسوريا وأوكرانيا الرابط بين كل هذه الدول هو روسيا التي تربطها علاقات مميزة ووثيقة تاريخيا واقتصاديا وعسكريا مع أنظمة هذه الدول وشعوبها الحملات الأمريكية في العالم لن تتقلص وبالتالي فإن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تحمل الأسلوب نفسه في التعاطي مع الدول المارقة التي لا تعطي الولايات المتحدة سقوك تعهد ومبايعة عمياء اقتصاديا وسياسيا وثقافيا الهدف الأول هو القضاء على النظام المعادي والممانع لأمريكا عبر أدواتها الديمقراطية أما الهدف الثاني لأمريكا فهو تقليص النفوذ والدور الروسيين في هذه البلدان من خلال تدمير كل ما بنته روسيا من علاقات سياسية واستثمارات اقتصادية ومالية تطورت العلاقات بين روسيا وفنزويلا منذ سنوات طويلة إبان حكم هوغوت شابيز حيث قدمت موسكو إلى كاركاس قروضا بقيمة 17 مليار دولار أمريكي خلال السنوات العشر الأخيرة تعمل روسيا منذ سنوات على مساعدة بانزويلا من خلال تقديم اقتراحات اقتصادية لمساعدة الأخيرة على الخروج من دوامة الأزمة الاقتصادية ولسيما أن كاركاس تعتمد على النفط كمصدر أساسي ومع انخفاض الأسعار تحاول روسيا وشركتها إيجاد مجالات اقتصادية أخرى للاستثمار كما أعادت موسكو هيكلة الدين الفنزويلي الذي يخفف قليلا من عبء الضغوط المالية لهذا تقف روسيا اليوم أمام الأطماع الغربية والأمريكية في فنزويلا وتساند شعبا بأكثريته يدين بالولاء لمدورو الذي بدوره يحاول استنهاض بلاده والسير بها على خطى هوغوت شابيز بالحديث عن القروض الروسية لفنزويلا طبعا قيمتها الإجمالية كما ذكر التقرير 17 مليار دولار ولكن هناك دفعة تستحق على فنزويلا في آخر شباط المقبل قيمتها 3 مليارات دولار وأصلا وزير المال الروسي صرح منذ فترة أو عفوا متحدث باسم وزارة المال توقع أن لا تستطيع فنزويلا سداد هذا القرض هل تعتقد أن هذه الديون المستحقة على فنزويلا قد تكون سببا لتدخل روسي مباشر في البلاد؟ هل هو الموضوع التدخل الروسي أو الموقف الروسي من فنزويلا جانبين طبعا في الجانب السياسي الذي ينطلق من الموقف المبدئي الرافض للهيمن الأمريكي والذي ما حدث في فنزويلا هو سابق خطيرا يعني التذكير بما جرى في أوكرانيا وفي أماكن أخرى في العالم في الشق الاقتصادي روسيا كانت من داعمي فنزويلا ولا تزال خاصة خلال السنوات العشر الماضية ومثل ما ورد بالتقرير يعني من إجمالي الديون أو القروض بلغ 17 مليار طبعا هذه القروض خضعت لإعادة هيكل أكثر من مرة وهذا يدل على حرس روسيا على إنجاح التجربة أو على مساعدة فنزويلا على الخروج من أزمته طبعا هناك استثمارات روسية كبيرة في قطاع النفط يعني روس نفط موجودة بفنزويلا الموقف الروسي اليوم يعني تحديدا بالشق الاقتصادي فيه فعلا هواجس ليست مرتبطة بقدرة فنزويلا على تسديد الديون يعني من اليوم الأول للأزمة في فنزويلا الأزمة الأخيرة كان فيه نوعين من الهواجس بالصحاف الروسيين أو الخبراء الاقتصاديين بروسيا البعض قال أنه الرهان الروسي أو رهان الكراملين على مدوره هو رهان خاسر لأنه الوضع الاقتصادي مرشح لمزيد من الانهيار ولكن في وجهة نظر أخرى تقول أنه وصول حكومي أو نظام يميني في فنزويلا هو خطر أكبر لأنه روسيا إلى تجربة بهذا الإطار مع أوكرانيا يعني قبل سقوط نظام السابق الذي كان موالي لروسيا روسيا كمان بإطار مساعدة لأوكرانيا قدمت 3 مليارات دولار قرد حين أتت السلطة الجديدة صاروا بدون يفوتوا بموضوع قعدة هيكلة وحتى وصلت الأمور لمنازعة قضائية في الخارج إلى أن بعض الأطراف المعادلة لروسيا في أوكرانيا قالت أنه هذا القرد نحن أجبرنا عليه وبالتالي غير ملزمين بيرده طبعا المعارضة الفنزولية حاولت أكتر من مرة تقول أنه لا يعني نحن علاقاتنا مع روسيا ستستمر ولكن طبعا هذا بيطرح كثير من التساؤلات يعني هون نفسهم كانوا عم بيقولوا أنه أو بشعراتهم بالتظاهرات عم بيقولوا أنه تشافز ومدوره بيعوا فنزولا لروسيا ففي مخاطر وهذا الأمر بالإضافة إلى البعد السياسي والشراكة الاستراتيجية يدفع روسيا إلى أن تكون عنصر أساسي بالصراع القائم حاليا طبعا اليوم المطروح من قبل الروس هو الحوار الحوار الوطني إلى أين ستتجه الأمور؟ هذا رهن بالطرف الآخر إذا سيصعد؟ الطرف الآخر يعني الولايات المتحدة الأمريكية فيما لو ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها داخل فنزولا يعني نحو المزيد من التصعيد هل تتوقع تدخلا روسيا مباشرا بمعنى أن تتدخل روسيا بالقرار السياسي بمفاصل رئيسة بالاقتصاد أن تدخل من باب الاستثمارات والمساعدات المالية والعينية إلى آخره لكي تفرض إرادتها داخل فنزولا ولسيما أن نقاط الضعف الفنزولية في الاقتصاد باتت بارزة وباتت قاسية جدا على المواطن لو مهما كان مؤيدا للنظام الحالي المواطن غالبا ما يندفع نحو المطالبة بالتغيير عندما يجوع وهذا حصل في فنزولا للأسف لا يعني خلينا كمين نقرب المسائل بإطار بعيدا عن المينستريم الميديا اليوم اللي عم بحركوا هذه الأزم يوم أطراف واضحة يعني حتى على البعض الطبقي لهذا الصراح من يحرك المعركة في فنزولا أو من يخرج للشوارع بشكل أساسي الطبقات الأكثر غنن والمتوسطة طبعا في حالة شكوى أقصد أن الرأسماليين الممسكين بزمام الاقتصاد في البلاد ليسوا مؤيدين لمدورو وهم بين مزدوجين العملاء أو الحلفاء لأمريكا إلى حد ما أول شيء إذا ما بدنا نقول عملاء أو حلفاء هنا هناك طبقات اقتصادية الأكثر غنن هي متضررة من السياسات الاشتراكية التي اعتمدت من أيام تشاظز وبالتالي نحن شفنا تصاعد للحراك الشعبي أو الاستنفار استنفار الشارع وتأزيم الخلاف منذ أن بدأت الحكومة أو حكومة تشاظز وفيما بعد حكومة مدورو باتخاذ إجراءات للحد من التدهور الاقتصادي يعني كلما ياخده أنون للحد من التضخم أو كمنا عم نشوف أنه أوتوماتيكيا في ردة فعل من قبل هذه الطبقات للعرقلة للعرقلة فهذه وصلت لذروتها طيب فيه سؤال بيطرح نفسه أنه صحيح فيه أزمة اقتصادية وما حدا بينكرة بين ناس ولا ولكن في بعض التقديرات الاقتصادية من جهات مستقلة حتى الأمس القريب كانت عم تقول أنه العام 2009 ممكن يبلش يشهد تحسن تدريجي يعني حتى مثلا اللجنة الاقتصادية لجنوب الأمريكا الجنوبية 2009 2019 نعم هذا العام هذا العام كانت عم تقول أنه فيه توقعات بتراجع الركود الاقتصادية تماما تماما طيب هذا الموضوع بيطرح تساؤلات حول توقيت هذا التصعيد نعم تماما وهذا ذكرناه في المقدمة كنا يعني نريد أن نفهم لماذا الآن قررت واشنطن يعني تصعيد الحرب على فينزويل الحرب الاقتصادية ولكن يهمني أن نعود إذا سمحت للدور الروسي هناك بتعتيك بس مثل على هذا الموضوع بداية العام الحالي عفوا بداية العام 2018 دخلت شركة صينية بشراكة مع شركة النفط الوطنية الفينزويلية بأحد الحقول هذا الشيء أدى إلى ارتفاع الانتاج من 60 ألف برميل بهذا الحقل إلى 120 ألف وبالتالي وجود دعم خارجي من قبل حلفاء فينزويلة قادر إلى حد ما على تحسين الأوضاع يعني نحن ناخد نموذج معين يمكن تعميمه بشكل أو بآخر على كل القطاع النفطي الذي أدى تراجعه لما حدث اليوم هل يستطيع حلفاء فينزويلة بالمناسبة تعويض المشتريات الأمريكية يعني هناك نسبة مرتفعة جدا من النفط الفينزويل التي تبع لأمريكا ما في شك هل الحلفاء يشترونها من فينزويلة للتعويض ما في شك ولكن هناك لا صعوبة للتعويض يعني الصين طبعا كدولة صناعية وبطور النمو الصناعي تحتاج إلى النفط ولكن طبق الولايات المتحدة الأمريكية هي المستورد الأساس بل سيد الموضوع يطرح كمان تساولات هل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على المغامرة بفقدان خسارة النفط الفينزويلة يعني الإجراءات يعني كل حال منحت بعض الاستثناءات لجهات أمريكية لم تسميها صحيح لشركات أو مؤسسات أو بعض المرافق بذريعة أنها تريد إعطاءها المزيد من الوقت لإيجاد بديل هذا جزء من الهرطق الأمريكي للسؤال هل تستطيع الأولايات المتحدة الأمريكية تحمل يعني توقف الواردات من نفط فينزويلة هذا الأمر موضع شكوك حتى داخل الكونجرس اللي دائما كان عم يحذر الإدارات الأمريكية من مغابة فرض عقوبات على قطاع النفط على صدرات النفط الفينزويلية يعني الموضوع معقد حتى داخل بالنسبة للأمريكيين واضح لأنه أصلا عندما يشعر المواطن الفينزويل بشكل عام بتابعات وثقل هذه العقوبات الإنسان المعارض داخل فينزويلة أيضا سيشعر بتابعاتها هو أيضا سيواجه أزمة اقتصادية وأزمة سيولة وسيواجه التضخم في البلاد وهذا بفسر يعني التراجع لنزول الناس المؤيدين للمعارضة إلى الشارع بعد ما حدث مؤخرا نعم الشارع المعارض يضعف على ما يبدو ما الأهمية الاستراتيجية لفينزويلة بالنسبة إلى روسيا لماذا يهم روسيا التدخل هناك والدعوة للحوار وربما لاحقا التصعيد والتدخل بنحو المباشر أكثر في مواجهة الولايات المتحدة ما أهمية فينزويلة طبعا في جانبين مثل ما قلت بالشوية في جانب السياسي روسيا بشكل عام بعلاقات الدولية تنطلق من مواقف مبدئي عنوان العريض الشراكة السياسية وشراكة الاقتصادية مع الدول وهذا شيء مناقض طبعا لما تريده الولايات المتحدة الأمريكية أو السياسات المعروفة لهذه الدولة بالنسبة لروسيا طبعا فيه الشق المرتبط بالموقف المبدئي الذي يستند على معايير الشرعية الدولية وهناك الشق الاقتصادي يعني أول عنوان طلع بالصحاف الروسي 17 مليار دولار على المحك نعم تريد استرجاع أموالها ربما لا يعني طبعا روسيا بإطار دعم للشراكات الاقتصادية نعم مستعدة إلى أن تقدم الدعم وأن تساعد فنزولا وغير فنزولا على نهوض بالاقتصاد نعم ولكن طبعا فيه مخاطر هذه المخاطر طبعا تفرض بشكل أو بآخر تفرض نفسها أنه يكون فيه تحركات هناك أيضا من ذهبوا إلى القول أنه الجانب العقائدي والفكري ما زال موجودا رغم أن روسيا لم تعد اشتراكية تماما وفق النموذج القديم ولكن ما زالت ما زال صراع المحاور قائما بل متجددا ما زالت روسيا تحاول التصدي لولايات المتحدة ويبدو أن فنزولا باتت ساحة جديدة لهذا الصراع القائم بين أمريكا وروسيا بشكل عام بالحديث عن هذا الصراع هو بالبقاء بس هو العكس العكس من أي ناحية يعني هي الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت ناشي على كاتولوجيات الحرب الباردة روسيا تطرح الشرك حتى مع الأمريكيين لا زالوا يقولون شركاءنا الأمريكيين ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي يعني ما زالت واقف عندها التاريخ من يامل اتحاد السوفيتي واقف عندها هذه إدارة ترامب التي قررت التصعيد هذه إدارة لها أجندة خاصة سواء مع ترامب أو غير ترامب يعني إدارة أوباما لم تكن كمان أقل عدائية الحياة للفنزويلا طيب سنتحدث أو سنتابع بالأحرى تقريرا من الآن من صحيفة اللواء اللبنانية يتحدث عن تضرر مصالح العرب تحديدا في فنزويلا من هذه الإجراءات الأمريكية بالإضافة إلى بعض المواقف العربية هناك أو السلوك لأفراد عرب بعده سنناقش دور الجاليات العربية ودور الموأل يعني الحكومات والدول هنا كيف يجب أن تتعاطى مع هذا الصراع القائم ولو بدى بعيدا جغرافيا لكنه قريب سياسيا واقتصاديا ومصلحيا إذن مشاهدين نتابع اللواء اللبنانية هل تتأثر مصالح اللبنانيين والعرب في فنزويلا؟ غاصب المختار تتردد لدى الأوساط السياسية وشعبية المناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة مقولة مفادها إنه أينما وضعت الإدارة الأمريكية يدها في أي بقعة من العالم أصابها الخراب أو الفوضى أو الحروب أو الانقسامات وبدى ذلك في الشرق الأوسط ومن ضمنه لبنان وامتد مع إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى افتعال خلافات مع روسيا والصين وتركيا ودول أخرى وصولا الآن إلى أمريكا اللاتينية حيث بدأت الأصابع الأمريكية تعبث باستقرار القارة انطلاقا مما يجري في فنزويلا وكل ذلك تحت عنوان محاربة إيران وحلفائها وأصدقائها بينما الهدف الأساسي والجوهري هو حماية كيان العدو الإسرائيلي ومصالحه بعدما وقف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى جانب حق الشعبين اللبناني والفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني ويقول دبلوماسي مخضرم واكب السياسة الأمريكية في أمريكا اللاتينية إن الأمريكيين يمارسون ضغوطهم على الدول الضعيفة بدءا بلبنان لأنه لم يركع أو ينحن أمام إسرائيل التي لا تستطيع أن تتعايش مع وجود مقاومة قوية في لبنان وهي لا تترك دولة عربية مرتاحة حتى إنها تلاحق مصالح اللبنانيين والعرب في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وبدعم أمريكيا واضح وعلني وفي هذا الصدد يضيف الدبلوماسي الذي عمل في أمريكا اللاتينية ست سنوات إنه إذا تغير الرئيس البنزويلي نيكولاس مادورو وحل محله رئيس البرلمان اليميني المعارض فسيكون الانتقام من الجاليات اللبنانية والعربية كبيرا بسبب وجود شخص مدعوم أمريكيا يقف في الظل خلف رئيس البرلمان المعارض وخاصة أن حجم التآمر على الرئيس البنزويلي مادورو تبين فورا من خلال إبداء الكيان الإسرائيلي دعمه للانقلابي جوايدو واعترافه به فضلا عن أن أمريكا دفعت البرازيل ودولا أخرى إلى دعم إطاحة مادورو وتأييد الانقلابيين أستاذ ويسام برأيك موضوعيا وبراجماتيا أين تكمن مصلحة العرب؟ مع من تكمن مصلحة العرب في هذا الصراع الدائر في فنزويلا الآن؟ يعني إذا منشوف مسار العلاقات الفنزويلية العربية أنا حكما أقول لك أن العرب يجب أن يكونوا مع فنزويلا أي فنزويلا؟ هنا السؤال فنزويلا الشرعية الفنزويلية المتمثلة بالبوليفارية لأن هذه الشرعية البوليفارية شفناها بمحطات كثيرة داعمة للشعوب العربية في لبنان وفلسطين ودول أخرى في العالم العربي حتى على المستوى إذا بدك نحكي بالاقتصاد ما جرى اليوم لفنزويلا يمكن أن يحدث مع دول أخرى في العالم العربي حتى على مستوى الاقتصادي يعني حرب النفط حرب أسعار النفط مع أنه أحدى الدول العربية الكبيرة السعودية كانت منخرطة فيها من الثمانينات اليوم ولكن قد تطالة بشكل أو بآخر الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت خلال سنوات طويلة أنه المكان اللي ممكن تاخد فيها ثروات الشعوب ما حتقصر يعني ما نراه اليوم في فنزويلا يمكن أن يشكل سابقة يعني بدول كثيرة فبالتالي أنا في نقل تقصد أنه ربما يمثل نموذجا عما يمكن أن يحدث أو أن يحصل مع دول عربية في أصوات اليوم مثلا بالكوات على سبيل المثال نقولون أننا محصنين عن السيناريو الفنزويلا تماما تقصد أنه لن يسمح لأي أحد بتحدي الولايات المتحدة أو مخالفة إرادتها ومصالحها فسياسيا واقتصاديا سواء تعلق الأمر بالشعوب أو بالأنظمة في نظام وقف عم نأقل من ناحية المبدئية إلى جنب العرب يفتر أن يدعم وفي نموذج حرب اقتصادية تمارس لدى هذا البلد يمكن أن تنسحب على دول أخرى تماما طيب بالحديث عن النماذج نماذج الحروب الاقتصادية هل أفادت فينزويلا من تجربة دول أخرى أو يعني تماما دول أخرى حكومات واجهت العقوبات الأمريكية وقدمت نموذجا اقتصاديا مقاوما مثل إيران مثلا مثل كوبا هل تعلمت فينزويلا من هذه التجارب أم أنها حاولت بناء نموذجها الخاص ولم يتبعوا بعد شوف هي المشكلة بفنزويلا أنه لا يمكن بالحال الفنزويلا مقارنة بطول أخرى يعني كل الاقتصاد له خصوصيته كل الاقتصاد حتى منيته الهيكلية إلى خصوصيته بالنسبة لكوبا على سبيل المثال كوبا قاومت الحصار لأكثر من خمسة عقود لكن فينزويلا تملك احتياطيات نفطية وغير نفطية تملك من الثروات الطبيعية كما تفضلت بالقول ما يكفيها لمواجهة محور بأكملية وليس دولة ولكن ما تنسي موضوع النفط هو موضوع سلعة يعني هذه السلعة موجودة بإطار سوء عرض وطلب كوبا على سبيل المثال بين التجربة مختلفة اشتغلت على موضوع الاكتفاء الذاتي إيران تكيفت مع العقوبات بطرق مختلفة مشكلة فينزويلا أنه اقتصاد قائم حكرا وبناسبة كتير كبيرة على موضوع النفط ريعي إلى حد ما طبعا فهذا شيء بيجعل الأمور صعبة يعني من الصعوبة أنه تشوف في دولة تانية شو عملت أو تستنسخ نموذج طبعا كان يفترض يصير هذا الشيء من قبل تماما بعد الفاصل سنتحدث عن ما كان يفترض أن يحدث عن الإصلاحات العاجلة المطلوبة وسنتحدث أيضا عن جوانب أخرى أو عن أدوات أخرى قد تستطيع فينزويلا من خلالها الإفلات من هذا التضييق والعقوبات الأمريكية من هذه الحرب الأمريكية الاقتصادية بطبيعة الحال إذن مشاهدنا فاصل قصير ونعود أهلا بكم من جديد مشاهدينا وأهلا بك الأستاذ ويسام متة قد للفاصل قلت أن هناك بعض الإجراءات أو الإصلاحات التي كان يجب أن تتخذها فينزويلا لبناء اقتصادها الداخلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي أولا ما هي هذه الإجراءات التي كانت واجبة ثانيا لماذا تأخرت في تنفيذها هو بالواقع عملية الانتقال من اقتصاد قائم على النفط حكرا إلى التنويع الاقتصاد باتجاه قطاعات انتاجية مثل ما شفنا بالدول كثيرة تحديدا يعني فينا نعطي مثال مع أنه فيه اختلاف بالحجم الاقتصادي روسيا على سبيل المثال خلال السنوات الماضية طورت اقتصادها باتجاه التصنيع وتطوير التكنولوجيا فبالتالي صارت أقل عرضة لإهتزازات مرتبطة بالنفط أو بالحروب الأسعار فنزولا ما قدرت تعمل هذا الشيء خلال السنوات الماضية هذا الشيء كان مطلوب برأيه لأنه بالنهاية الانتاج الداخلي هو الانتاج الفعلي مش الخدمات هو يبقى المعيار لصمود الدول قدام هذا من هذا النوع بس كمان ما تنسى أنه فيه هذا الجانب كمان مرتبط بحرب اقتصادية داخلية يعني القطاع الخاص الداخلي بفنزولا كمان ساهم بتراجع الانتاج لوصلنا لمرحة الانكماش فيه جانب مرتبط طبعا بالسياسة السياسة الاجتماعية الاقتصادية الاجتماعية اللي انتهجت بفنزولا كان فيه أولويات بمطلع العام 2000 الأولوية كانت هو الاستثمار في البشر وهذا الجانب ليس خاطئا بالعكس الاستثمار بالبشر بمعنى تعزيز قطاع التعليم بمعنى التعليم الاستشفاء الطباب كل الضمارات الاجتماعية الغذاء لما ننسى فينزولا كانت من الدول التي عانت كثيرا من السياسات الرئاسمالية في فترة ما قبل وصول الرئيس شافز إلى الحكم وبالتالي كان فيه أولويات معينة وكان فيه مناخ اقتصادي دولي مساعد يعني كان يمكن أن يؤجل تطوير الاقطاعات الانتاجية نعم وأعني بذلك أنه كان فيه سعر للنفط مرتفع جدا يمكن البناء عليه لتحقيق التنمية الاجتماعية الاقتصادية الداخلية وبالتوازي يسير فيه تطوير القطاعات الانتاجية ما حدث منذ 2008 بعد الأزمة الاقتصادية أنه تهاوى سعر النفط وثم قاتت حرب الأسعار وحصل ما حصل فمن هون بقول أنه كان يفترض يكون فيه موازنة بين الجانب التنمية الاقتصادية الاجتماعية وجانب تطوير الاقتصادي بالتجاه الانتاج هذا لم يحدث ولكن الفرصة بعتقد في حالة جاوزت فنزويلا هذه الأزمة الكبيرة لا يزال المجال ممكن على ماذا يمكن أن تعول فينزويلا غير النفط يعني إذا ما أرادت تنويع اقتصادها والخروج من حالة الاقتصاد الريعي ماذا تملك من قطاعات انتاجية يمكن أن تعول عليها في البداية لبدء عملية النهوض والانطلاق من جديد هي مرحلة بتخيل يجب أن تكون مرحلة طويلة يعني ما بتنحل بسنة وبسنتين هناك خطة طويلة الأمد طويلة الأمد بطبيعة يفترض البناء على التصنيح يعني استخدام موارد النفط لتعزيز القطاعات الانتاجية الداخلية بشكل أنه تؤمن إلى حد ما الاكتفاء الذاتي بما يتعلق بالأمن الغذائي تحديدا والصناعات الأخرى وطبعا بيخلي يصير في نوع من تحرر من أحادي الإيرادات النفطية طبعا في مشاريع بدأت بهذا الإطار يعني من فترة ولكنها ليست كافية بعد بس اليوم الهم هل يمكن أن أمثلة عن هذه المشاريع يعني مثلا في تعاون مع شركة كاماز الروسية بما يتعلق بصناعة الشاحنات والسيرات في موضوع الصناعات الغذائية في أكتر من جانب ولكن لا تزال يعني هامشة ضيق مقارنة ب الاقتصاد السلع كان لافتا أيضا ضعف التعاون إن صح التعبير مع كوبا في مجال الاستشفاء والدواء علما أن كوبا رائدة في هذا المجال وهي دولة حليفة وجارة أيضا ما سبب؟ ما المشكلة؟ يعني بتخيل بفترة معينة كان فيه تكامل بين فنزولا وكوبا بهذا الإطار ولكن يعني الحالة الاقتصادية بفنزولا كمان أثرت بشكل عام على كل حتى الخدمات الطبية وحتى خدمات التعليم وبلش تعاني من مشاكل لأنه صار في عنا شحب السيولة يعني هذه العملية خانق في نزولا سواء بحرب الأسعار أو بالعقوبات الاقتصادية اللي بحسب التأديرات كلفت خسائر خلال السنة الماضية 20 مليار دولار هذه كمان أثرت على قدرة فنزولا على تلبية أو الاستجابة لكل برامج الاجتماعية اللي حصلت اليوم فيه كمان باعتقد مهمة رئيسية وملحة بالنسبة لفنزولا هي تطوير البنية التحتية لقطاع النفط نعم وهذه تبقى الأولوية الأولويات لأنه من دون عمولات صعبة من دون مدخيل لن تستطيع فينزولا يعني القيام أن تخطوة وخطوة واحدة من شين ريهان اليوم على هذه النقطة بالذات من الذي يستطيع مساعدة فينزولا في هذا المجال هل هي روسيا الهند الصين ولذيما أن هذه الدول كانت أول من بادرة إلى الإعلان والتأكيد على أنها لن تردخل للعقوبات الأمريكية وأنها مستمرة بالتعاون مع فينزولا وخصوصا في قطاع النفط بالأساس الصين الصين بالدرجة الأولى نعم بماذا تحديدا يعني يعني الصين أول شي ترتبط بفنزولا باتفاقية قروض بضمانات نفطية والصين تحتاج إلى نفط فينزولا وهي منخرطة في الكثير من المشاريع الداخلية حتى مشروع الإسكان الإسكان للأسر الفقيرة كمان شركات صينية مساهمة فيه بالدرجة الأولى الصين التي تعتبر أكثر حماسة لدعم الاقتصاد الفنزولي طبعا روسيا جزء أساسي هل تستطيع هذه الدول الحليفة والتي يجمعها العداء لواشنطن بالإضافة إلى الدول الخاضعة أصلا لحرب اقتصادية التي تتعرض لها ولن نقول خاضعة بطبيعة الحال هل تستطيع تشكيل تكتل موحد يرتبط باتفاقيات طويلة الأمد اتفاقيات استراتيجية تخلق ترابطا عضويا طويل الأمد لمواجهة الولايات المتحدة يعني حتى الساعة فنزويلا ليست عضوا في أي من التكتلات الكبرى الناشئة في وجه الولايات المتحدة لا بريكس ولا غيرها هل يمكن أن تدفع الحالة الراهنة الآن فنزويلا للانضمام في كتلة ما أنا بعتقد ما جرى لي مع فنزويلا يشكل حافز لكل الدول المتضررة من السياسات النيوليبرالية أنه تفوت بأي تكتلات طبعا ليست المسألة بسيطة يعني فيه كمان مصالح متشابكة وفيه العالم الاقتصادي اللي بعد فرض هي ولكن ما حدف قد يكون محفز يعني التحالف ما بدي سميه تحالف يعني مثل ما كان بالستينات وسميه التحالف في فقرها لا فيه تحالف لدول تمتلك تمتلك مقومات قادرة تأثر على الاقتصاد العالمي وقدرة توقف بوجه المحاولات الأحادي الأمريكية في هذا وهذا ربما ما يدفع للاعتقاد أن العالم ذهب نحو يعني تعددية الأقطاب وغياب الهيمنة الأحدية الفردية للولايات المتحدة أو غير الولايات المتحدة بالحديث عن نقص السيولة قبل قليل تفضلت بذكر هذه المسألة وتأثيراتها كان لافتا أنه مطلع الأسبوع الحالي خفضت حكومة فنزولا سعر صرف عملة البوليفار بنسبة فوق 34% يعني بات سعره تقريبا موازيا للسعر المتداول في السوق الموازية أو السوق السوداء وهذا ربما يهدف إلى الحد من المضاربة الحاصلة في هذه السوق هل تعتقد أن هذا الإجراء كافي للحد من المضاربة وللإمساك أو لتجميد تكبيل لنقل السوق السوداء ولسيما أن المتحكمين بها كبار في السوق إنهم كبار الرئاسماليين ومدعومين من الخارج أيضا هل هذا هو المطلوب هل تتخذ فنزولا الإجراءات اللازمة أم مطلوب المزيد هي خطوة ضرورية لأنه إذا نرجع لأزمة التضخم وتراجع السيول بفنزولا هي أزمة مزمنة يعني هي تعود لمطلع الثمانينات القرن الماضي بالبداية الثمانينات مع وصول رونالد ريجن للحكم أراده يعني تشديد الحرب الاقتصادي ضد الاتحاد السوفيتي وعلى هذا الأساس صار فيه الاتفاق المعروف بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية على خفض الأسعار تضررت فينزولا كثيرا بهذا الموضوع وبلش التعاني من وقته من أزمة التضخم وفقدان السيول وشفنا ما جرى في أواخر ثمانينات من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية في أواصل التسعينات إذن هذه أزمة طويلة ومشكلة أنه كرست سلوكيات مرضية بفنزولا داخل فنزولا يعني صار فيه شيء اللي بيسمونه الفلايت كابيتل يعني تهريب أو نقل الأموال إلى الخارج يعني أي حدا معه شوية مصاري بيروح أنه بيظل حالة عدم يقين اقتصادي بيروح بيحط باقتصاد مستقر خلال فترة حكم الرئيس شافز حدثت محاولات للحد من هذه الظاهرة ولكن كنت ما بتعرف يعني المهرب دايما إله طرقه يملك أدواتي خاصة أنه هذه المشل تحولت مش بس على مستوى المالي يعني تحولت على مستوى التجاري من خلال عملية التهريب الفنزولي كان يساوي 6 دولار أو 10 دولار كسعر صارف رسمي كان بالسوق السودى مية وأحيانا وصل للألف وبالتالي كان التاجر الفنزولي يأخذ البضائع يروح يهرب على دول مجاورة مثل كولومبيا على سبيل المثال ويقدم حتى مغريات للتجار للشراء كامل الكمية ويروح يبيع بخسارة السعر الداخلي ولكن عم بيع بالدولار لي حيرجع ينبيع بالسوق السوداء تماما هو بذلك يحصل على العملة الصعبة تمام يحصل على العملة الصعبة بأرقام هائلة فبالتالي فعل فكرة تحرير التدريجي لسعر الصرف قد يكون إجراء ضروري جدا باتجاه محاربة هذه الظاهرة ماذا عن العمولات الرقمية تجربة البترو يبدو أنها لم تنجح كثيرا لم يستمر في أغسطس الماضي تم وقف العمل بهذه العملة الأفتراضية يعني موضوع العملة الأفتراضية لا يزال تقيد التجربة يعني عالميا ما ننسى أنه فينزولا هي أول دولة بتطلع عملة رقمية سيادية نعم يعني بعين على البيتكوين وغيره أول مرة يعني تكون مدعومة بسعر البرميل ولكن ما ننسى نحن عم نشتغل يعني الاقتصاد العالمي بعده رهن بقواعد وإجراءات الولايات المتحدة الأمريكية متحكمة فيها للأسف بشكل كبير فبالتالي في كانت تغارات كبيرة مرتبطة بموضوع البترو بدءا بعدم القدرة يعني هو للشراء وليس للصرف بمرحلة معينة عملية تقييمه كانت مربكة شوي استخداماته كانت معقدة بعض الشيء أساساً هذه الثقافة ليست بعد منتشرة ليست فقط في فينزولا صحيح حتى على المستوى العالمي من الصعب إيجاد من يعترف ويتداول بالعملات الرقمية بثقة عن هذا الموضوع سنتابع مقالاً ورد في صحيفة البناء اللبنانية للكاتب ناصر قنديل يتحدث فيه عن إمكانية الالتفاف أو الإفلات من العقوبات من خلال اللجوء إلى استخدام العملات الرقمية إذا نتابع هذا المقال ومن بعد نناقش إمكانية التطبيق والتنفيذ في المرحلة المقبلة إذا نتابع البداء اللبنانية واشنطن تخشى خسارة مكانة الدولار اعتماد إيران وفنزولا العمولات الإلكترونية ناصر قنديل بالنسبة إلى كثيرين تبدو سيطرة الأمريكية على الأسواق المالية محكمة وغير قابلة للتملص ومن هذه الزاوية تصير العقوبات الأمريكية ضد أي بلد أو شركة أو جهة سياسية أو اقتصادية قاتلة لأن أمريكا ببساطة ليست مضطرة إلى أن تعاقب الجهة التي تريد معاقبتها ما لم تكن على علاقة بمصارفها إذ تكفي معاقبة من يتعامل معها حتى تصير العقوبات قاتلة وخلال عقدين من الزمن طورت واشنطن الكثير من الضوابط والتشريعات والإجراءات التي زادت من فعالية نظام العقوبات وصرامته كما زادت مع الفشل الذي أصاب مشاريعها العسكرية عبر العالم من اعتمادها على نظام العقوبات فزادت من جرعات المجاهرة بلا تردد باللجوء من دون أسباب قابلة للتبرير لإلحاق العقوبات بكل من لا يلتزم توجهاتها حتى لو كان حليفا كما هو الحال مع أوروبا واليابان وتركيا وخلال الأيام الماضية تحدث الأمريكيون عن مخاطر لجوء إيرانا وفنزويلا وحركات المقاومة إلى سوق العمولات الإلكترونية وتتلاحق التقارير الإعلامية التي تحمل الأنباء التي تؤكد هذا المسار وتتحدث عن تجارب ناجحة على هذا الصعيد وعن فشل أمريكي في التدخل بنظام العمولات الإلكترونية وتنتشر بالتوازي مقالات في الصحف المالية الأمريكية تتحدث بلسان خبراء عن أن نظام العقوبات الأمريكية الذي يطاول بلدانا وأسواقا كبرى تمتد من روسيا إلى إيران وأوروبا واليابان منح سوق العمولات الإلكترونية فرص نمو متسارعة ما كان ليحصل عليها في عقود مقبلة متسائلة نعم إذا كانت سياسة العقوبات الصارمة قد سرعت خسارة الدولار مكانته كعملة حصرية للتداولات العالمية وخسارة المصارف والبورصات الأمريكية مكانتها كمنصات حاكمة لكل تداول مالي في العالم إذن إلى أي مدى استهمت العقوبات الأمريكية في خسارة الدولار مكانته كعملة للتسوية المدفوعات عالميا كيف لم تنتبه الولايات المتحدة إلى أنها تطلق النار على رجلها كما يقول المثل الشعبي من المبكر الحديث عن أمر كهذا لا يزال الدولار خلينا نكون واقعيا لا يزال الدولار هو الأساس بكل التعاملات بعدنا نحن نحن لا نبالغ أو نستعجل ولكن هناك حراك دولي من الواضح أن هناك سعي لتجنب استخدام الدولار الموضوع ينتق من أن الولايات المتحدة الأمريكية متسلحة بنظام اقتصادي لا يزال قائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية نظام بريتون وودز ولا يزال يمتلك الكثير من القوة التي تخليه متحكم برغم ظهور عمولات دولية وصلة عمولات دولية ولكن لا يزال الدولار الولايات المتحدة تسعى اليوم إلى المخاطرة ولو جزئيا بهذا النظام ولكن هي لعبة مقامرة على المستوى في حال نجحت أمريكا في تحقيق أهدافها الاقتصادية فهذا شيء سيرجع يدعم لموقف الدولار موضوع العمولات الرقمية و أعتقدت مبالغ فيها شوية شفنا البتكوين بفترة معين يطلع بعدين رجع فقد وهج نفس الشيء شفنا بموضوع البترو إيران اليوم عم تحكي بعملة ممثلة الحل يكمن بأنه الشيء اللي كنا عم نحكي فيه من شوية موضوع التكتلات الاقتصادية تقدر توصل لمرحلة من الاستقلالية النقضية اللي بتخليها تقدر يعني تقوم بنشاطات التجارية وتعاملات التجارية بالعملات المحلية أو بعملات مستحدثة ربما عملة موحدة تجمعها يعني الصين صارت عملتها بسلة العمولات الدولية إذن ربما بالعملة الأقوى في هذا التكتل نعم فغير هيك يعني موضوع العملات الرقمية ممكن يكون حل ولكن هذا النظام المالي والنقدي في فنزول جاهز لهكذا خطوة يعني اليوم المسألة مرتبطة بمجموعة عوامل لا تزل لكننا نقول بشوي أنه في ولاية المتحدة الأمريكية لا تزل المستورد الرئيسي للنفض في موضوع الدولار ولكن في حتى إجراءات ممكن تتخذ يعني كونتر أتاك يعني يعني مثل مال مبارح الرئيس مدور وأنه هجوم مضاد هجوم مضاد يعني أنه إذا ما أخذنا قيمة المنتج ما حنبعت وهذا شي طبيعي طيب السؤال الأخير الآن فقط لنلخص الحديث ولكي لا نخرج بصورة سودوية كثيرا لا بالعخص ما الإصلاحات يعني لو تسمي لي إصلاحا خطوة أو اثنين نقطة أو اثنين يجب أن تقوم بها فينزويلا بنحو مستعجل وطارئ لكي تبدأ بالتعافي ولو على البطء طبع هو بالوقع فيه ثلاث خطوات أساسية الخطوة الأولى تتمثل في دخول الدولة كقطاع منتج ولو بشكل جزئي ولو بشكل بطيء لمنافسة القطاع الخاص اللي واضح أنه مصالحه مش مصالح اشتراكي غالينا نسميه هذه النقطة النقطة الثانية هي معالجة يعني المشكلة التضخم في الاقتصاد الكل في الاقتصاد الكل وهذه مدنة أزمة يعني إذا عم نشوف أصفار كتير في دول وصلت للتريليون تماما على كل حال تم حذف خمسة أصفار تماما يعني هذا يعني حسب تعالج تقنيا تعالج تقنيا والخطوة الثالثة هي محاولة تحشد كل الجهات المعنية بسمود فنزويلا لتحسين البنية التحتيية تحديدا تحديدا بقطاع النفط لإعادة يعني الانتاج يعني لكي يعود الانتاج إلى مسار التصاعد لأنه حتى اليوم في كتير خبراء يقولون حتى لو تغير النظام بفنزويلا بحال عدم وجود دعم دولي لقطاع النفط سيواصل الانتاج مسار الانحضار نعم فبالتالي في هؤلاء ثلاثة الخطوات الأساسية والأول سنراقب معك أستاذ بيسام كل تطورات في فنزويلا وما إذا كانت الحكومة ستنجح قدر المستطاع بالتصدي لهذا الضغط الأمريكي والحرب الاقتصادية الأمريكية نشكر لك كل المعلومات القيمة التي قدمتها الأستاذ بيسام متى وأنت رئيس تحرير موقع المسكوبية أستطيع القول اللبناني أو العربي هو جسر بين المشرق العربي وروسيا هذا جميل جدا إذن شكرا جزيلا لك والشكر موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة إلى اللقاء المتابعة